طبعاً أول شيء البداية الدورة اللي هو هي عندنا البرنامج هذا موجود كامل إن شاء الله هذا البرنامج يعني أنه كله هذول الأشياء الموجودة عندي هون بدنا نحاول نشرح عنها مثلاً هون أخر شيء اللي هو كيف تعمل material procurement plan اللي هو material calculation الinspections الأشياء اللي هل خاصة في موضوع المشاريع برضو وجوز فيه مهندسين كهرباء مهندسين من تخصصات ثانية مدني معماري حاب برضو كمان أنه يتعلم إشي جديد برضو بهذه الدورة ما تكون مفيدة لأله إذن mechanical site engineering اللي هي عبارة عن دورة تكييف إذن أول شيء اللي هو first day at site شو أول يوم في المشروع شو أنت تساوي طبعاً أول أنت كمهندس جديد أول يوم منك في المشروع بدك تبلش تفهم شو يعني مشروع شو يعني مخططات وشو يعني أشياء زي هكي طيب إذن أول إشي مفروض هم يعطوك إياه في المشروع اللي هو شغلة بيسموها مثلاً مخططات بيسموها اللي هي IFC drawings أو issued for construction drawings أو مثلاً design drawings طبعاً design drawings هي المخططات اللي بتيجي من المكتب الهندسي طبعاً تكون هي عبارة عن مخططات أولية وبناء على مخططات design drawings أنت مطلوب منك تعمل اللي هو إشي اسمه shop drawings أو مخططات تنفيذية وفي عندك شي اسمه اللي هو tender drawings اللي بتكون اللي بتيجي مع العطاء نفسه لما واحد مثلاً ينزل العطاء بنزلوا مع العطاء أنه في مشروع معين تيجي الشركات تتنافس عن هذا العطاء طبعاً بيكون فيه أوراق في هذا العطاء الشركات بتشتريها وتطلع على هذه الأوراق فمن ضمن أوراق العطاء بيكون فيه إشي اسمه BOQ أو build of quantities اللي هو جدول الكميات ومثلاً بيكون محة attachment أو المرفق محة برضو كمان هي tender drawings أو مخططات العطاء نفسه فإذن برضو هذه لازم تكون موجودة في المشروع فمثلاً إحداها من هذول تندر أو دزاين أو IFC لازم تكون موجودة بين إديك مش شرط كلياتهم لأنهم تقدر تحكي تقريباً نفس المسمى يعني اللي هي عبارة عن مخططات أولية للمشروع عبارة عن guideline لإلك كمهندس بناءً على هذه guideline أنت بتعمل مخططات تنفيذية أو Shop Drawings طيب خلينا أول إشي أفتح لكم دزاين Drawings مشروع موجود في فلسطين عنا فحالياً خلينا نروح هنا في عنا هذه إذن عبارة عن Design و Drawings هاي Mechanical Design Drawings طبعاً وصلتني بشهر 30 1 2018 وطبعاً تجيك بشكل هذا أو تجيك كل مخطط لحاله في هذا المشروع أجدنا كل المخططات مث هذا طبعاً كما تشاهدون هنا 2 buildings واحد لل main building واحد لل gym building وطبعاً دعونا هنا أعمل zoom لأنهم عملون مث table فهنا أعمل مقسم هذا column وهي في جميع مخططات وهو Drainage مخططات Water Supply System اللي هي Drainage اللي هو صرب الصحي Water Supply System اللي هو خطوط الميلة للمبنى عندك الهو Gas Network أو LBG System في عنا هنا Fire Fighting System نظام الحريق وطبعاً هنا نظام التكييف اللي هو بهمنا هو AC Indoor Outdoor Unit هذا مشروع بسيط بس في Indoor Outdoor Unit طبعاً هنا في HVAC Duct and Grill اللي هو الدكتات والقرلات التبعات التكييف سوف نترك عنهم بالتفاصيل بعدين بعدين آخر شيء يكون في عندي شيء يسمى Coordination Plan هذه طبعاً يكون عبارة عن مخططات تنسيقية اللي هي بيكون بتلم كل جميع اللي ما سبق يعني جميع كل هذول كل اياتهم بتحط في مخطط واحد بسموه Coordination Drawing أو مخطط تنسيقي هذا المخطط عشان ما يصير عندي اي تعارض بين السيرفيس في بعض مثلاً ما يصير عندي اي تعارض بين التمديدات الصحية مع التكييف أو التكييف دكتات التكييف مع مؤسير Firefighting اللي هو النظام الحريق واشياء زي هيك فبنعمل وقتها اشي اسمو Coordination Plan وان شاء الله بحاول افرجيكم برضو شوية Coordination Plan خلينا نروح اولاً هنا هنا بالروز كاللومز زي ما تشفتو طبعاً هنا الروز الروز تبع Ground Floor كل شيء موجود حسب كل سيستم موجود عندنا هنا مثلاً First Lower Floor First Upper Floor طبعاً هاي الطبقات الموجودة لهذا المبنى لدي Second Lower Floor Second Upper اخر شيء طبعاً بكون عندي الروز اذا هذا هو جزء من المخطط طبعاً لو نعمل زوم هنا بكون بالعادة في Symbol أو مصطلحات موجودة عندنا في Drawing خندور على المخطط اللي لها علاقة مثلاً في Air Condition هون نطلع هون في عندك هون بتلاقي مؤثية بتكون تلاقيها زي رموز بكون على المخطط ولازم تكون هذي الرموز شو معناه كل رمز مثلاً هذا الرمز بتكون شكله بالشكل هال خليني اعمل زوم اكتر بجوز عشان توضح الامور طيب اذا معناته هذا اول رمز عندك هذا الشكل شو معناته اسمه Circular Exhaust Grill هو الغريل تبع الشفط هون مثلاً عندك هذا الثاني هو 4-way supply grill لل Outdoor unit هون الرمز هذا يقول لك انه 24 انش 24 انش return grill الراجع مثلاً الثاني 24 24 انش return air grill without box with box مع box اوكي لانه هذا supply grill يعني يعني انه عشان يكون محطوط معه planium box الرمز هذا هو Inline exhaust fan اللي تكون موجود في التويلات الخط اللون برتقالي هو عبارة عن exhaust air duct to outside هو هو الهوى exhaust لل duct التي تودها برا وتحت هون مثلا اللون اخضر عبارة عن fresh air from outside وهو الهوى fresh الداخل من برا لجوه وهذا الرمز هو عبارة air volume damper طبعا اشياء هاي كليات ها مثلا نحكي عنها بالتفاصيل ونشوف كيف اشكالها بالصور عشان تعرف شو هذا اللي احنا بنحكي عنه طبعا هنا بكون جدول في المخططات طبعا المخطط بكون ارقام m يعني هو اول حرف من mechanical ok فبالعاد بكون في رمز المخطط رمز معين فاذا حرف m هون من mechanical حرف A مثلا architect حرف C عبارة civil dromang مخططات للمدنية A architect يعني مخططات معمارية M mechanical مخططات ميكانيك وحرف E مخططات electrical فهنا طبعا كل مخطط يجب كل رقم منفصل أو serial number له فاذا هذا serial number يظه من عند M1 إلى M6 كل تتحدث عن sanitary and drainage M7 مثلا إلى M12 تتحدث عن water supply distribution network طبعا كل واحد مثلا هذا للروف هذا للسكن upper floor للسكن lower floor فهذا هو جدول المخططات الموجودة عندنا هنا للfire fighting مثلا الcover piping للتكيف هنا للتكيف الذي هو الcover piping الموسير لانحاس للمكيفات واشياء مثلا مثلا هذا هو جدول المخططات ويكون لدينا جدول الرمز طيب خلينا نطلع برا وهنا خلينا نشوف بس انه المخطط طبع الـ design كيف بكون شكله فاذا خلينا ندول لكم على مخطط مثلا قويس عندي مثلا ننزل على تحت لانه بكون ندول لك على واحد يكون simple وشغلات زي هيا هذا مخطط design مخطط هيا 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 اندور unit هيا 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 وهنا طبعا هي موسير لنحاس كيف تأتي هذا هو VRF system وتكون عبارة عن خارجية واحدة تعطي مثلا multiple indoor unit يعني one outdoor unit أو two outdoor unit تعطي multiple indoor unit فعشان هكذا تجد الـ pushback مع أكثر من unit ف تلاحظ هيا هيا الـ location تباحها طبعا يكون لها رقم خاص مثلا GM13 كمية كيلو واط كمية CFM كمية fresh air 577 m3 per hour متر مكعب بالساعة وأشياء مثل كيف موسير لنحاس الى حتشبك مع الـ هذه رقم خاص GM12 موسير 13 وهذه الوحدات الداخلية التي تكون موجودة في المبنى وتلاحظ كيف كيف شكل الـ موسير التي يمشي فيها الغازات التكييف ليس موسير فهذا دورك لتحدد مقاس هذه الموسير من الخط الرئيسي من الشافت يعني منور هذا المنور يودي على الروف على السطح ومن السطح تنزل موسير الكبر بايد من الاوتدور تتوزع وتلاحظ عندي موزع راح يمين وبعدين نزل لتحت موسير ثم اعطي المكيف هذا وهو رقم خاص بعدين نفس اعطي موزع وهو يعطي هذا ويعطي المكيف نفس الشيء هنا يعني قسام انه اعطي المكيف بعدين نزل المكيف اللي تحته وبالشكل هذا كيف يعمل التحقيق وانه حسنا طيب خلينا نشوف الدكت هنا طبعا بعدين نشرح الجدول خلينا نشوف الرمز هنا بالنسبة لموضوع الدكتات فاذا ورسمة ثانية كيف يجب انشبك الدكت هنا هذا وهذا المكيف وهو GM3 طبعا طلع الدكت هون مش محطوط ولا دايمينشن للدكت مرة تصارك ديزاين ودرونج مرتب كثير بكون محطوط الأبعاد تابعة الدكت ومرة ما بتكونش محطوط أبعاد الدكت وهذه الوظيفتك انك تعملها بالشوب درونج كيف تعمل أبعاد لهذه الدكت طبعا هون بيكون هذا الجريل وهو Linear فبيكون معطيك هنا طبعا مواصفات الجريل انه طوله 6 متر أو خمسة متر هون خمسة متر طبعا هون بيكون طوله خمسة متر ثلاثة سلط اللي هو الغريل بس هون مكتوب Side Linear Supply Grill وبقولك كم من CFM لكل متر يعني هذا خمسة متر كل متر من الخمسة متر لازم يطلع عندي كمية CFM اللي هي كمية الهواء تطالع منه اللي هي 267 CFM لكل متر اللي هي واحد متر لكل متر وبفرجيك انه اللونه اخضر والهواء طالع منه واشياء زي هيك وهذا الدكت كيف ماشي على طول هذا الجريل طيب هنا طبعا هون الريتيرن بتقولي طب وين الريتيرن يا مهندس هاي الريتيرن هون حاول ندورنا على واحد يكون الكتابة عمودية هاية انكم تشوفوها منيح اذا هاي هذا عندك هذا عبارة عن ريتيرن جريل طلعها اضغط علي عشان تكون واضحة طلع الاسهم كيف انه داخل الهواء كأنه داخل على الهواء او اللي يسموه الهواء الراجع طبعا طوله هذا الهواء اللي هو الريتيرن جريل طوله خمسة متر وسبعة بالعشرة مكون من ثلاثة سلوت سايد مكتوب طبعا شو نوع اللي هو سايد لينير ريتيرن جريل مفروض انه يسحب ثلاثمية وستين سي اف ام لكل متر منه يسحب معي ثلاثمية وستين سي اف ام لكل متر فاذا هذا جزء من الديزاين دروينج طبعا هون اللي هو الاكزوست طبعا طلع كيف فوق كل دابلو سي بحطه اللي هو الديسك فالف او اللي هو البوشفوت اللي هو من فوق المرحاض نفسه فبتلاحظوا انه هون كل دابلو سي في عندنا هون اللي هو اللي هو اللي بشحط هوا طبعا قطره 6 انش بكون حطلك شو الاقطار والازرق لانه هو بارعا سكشن يعني انه انه اكزوست وهي موقع المراوح السحب اللي بتسحب الهوا وكيف انه بطلعوا برا للاوت دور طبعا هون بكون برضو اللي هو اللي بيجي خارجي هون اللي بكون بارعا او دور وكل واحد بكون طبعا حطلك شو مواصفاته شو مقاسه اللي هو بطلع عن 90 في 25 سنتيمتر لازم يطلع عندي اللي هو كب برا كمية هوا اللي هي 935 متر كيوب بير اور او انه بدك تعمل زي اللي هو بطلع عندي خمسمية وخمسين من الهواء بكب اللي ببرا وبش بطلعوا بشفتو من الحمامات فاذا هذا هو فاذا خلينا نروح هون بتلاقي السيمبولز اللي احنا شفناها برضو بتلحط على الدزاين ودروينج كمان كل اشي شو معناه مثلا هذا اللي هو والاشياء هاي اللي احنا شفناها قبل طيب خلينا ننزل تحت نشوف مثلا شو هذا الدزاين هاي عبارة كلها دزاين دروينج انت اول ما تدخل المشروع لازم هاي الدروينج يعطوك اياها طبعا هون بكون عندك اللي هو جدول اللي هو الريفجنز هاي الريفجنز هنحكي مح فيها بعدين طبعا ميل الممول او المالك او اشي زي هيك مثلا هون هذا طبعا مشروع تابع لوكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين زي ما انتو شايفين هون الهيه الانروا طبعا تحت هون بقول لك هنا شو اسم المشروع طبعا هو موجود في مدينة بيت ساحور في بيت لحم وهون خلينا نشوف نزل تحت وهو دروينج تايتل وهو عنوان هذا المخطط وهو عبارة عن جيم بلدنج وهو مبنى للجيم الطابق وهو بيسمانت ون وهو الرقم الطبقة بيكون هون شاريح لك وهو عبارة عن اي سي داكت طبعا هنا بيكون كاتب لك مين العملة التصميم مين المهندس اللي رسموه ومين الشخص اللي شيك على هاي الدروينج طبعا هنا بيعطيك تصممت هاي الدروينج تاريخ التصميم تباحها والسكيل شنوع الورق الطباعة وهو A4 او A2 او A3 وهو الكودة تبعت الدروينج اللي هو الرمز المخطط طبعا هنا رمز بسيط لانه مشروع عبارة عن مشروع صغير فهونا بيكون تكتب لك انه مثلا هنا بيت ساحور مسويه سنة 2017 شهر سبعة وهنا اللي هو الرمز تبعنا اللي احنا نحكي عنه اللي هو M49 اللي هو رقم المخطط خلينا نشوف المخطط الجنبو هون برضو نشوف التفاصيل اللي هو مخطط طبع الريفرجلانت بايب زي ما نشوفين هذا طبع الاندور يونت نفسها كيف تركب نفس الشي كل المعلومات الفوق كمثل بس هون بيكون نحط لك انه هو عبارة عن جيم بلدنج بيسمانت وان موجود فلش واي طابق ونوع المخطط بيحكي عن AC يعني Air Conditioning VRF اللي هو نوع السيستم اللي هو الVRF سيستم بايفين بايفين نفس الشي اللي هو الديزاين مين عمل الديزاين ومين سوى كل اشي ورقم المخططات اكيد بيكون سيريال نمبر لحاله اللي هو ال M47 فاذا هذي هي الديزاين دروينج خلينا نشوف برضو كمان في اشياء مرات في الديزاين دروينج بتلزمك بيكون موجودة برضو في الديزاين اللي هو اشي بيسموه Detail Drawing فاذا هذي الديزاين دروينج هنا بالنسبة للتكييف لا تضع الديزاين للتكييف نشوف الديزاين للتكييف في مخطط ثاني بس حاليا لكي تتعرف انت كمهندس بجوز تشتغل مهندس تكييف مهندس تمديلات صحية اي اشي هنا فهو اعطيك تفاصيل اشي بسمو Detail Drawing دعونا نشوف هنا هنا مكتوب اللي هو Drainage System Detail 1 اول ديتيل بالنسبة لموضوع لدرينج فخلينا نعمل زوم هنا بفرجيك اللي هو عندي السيمي باديستل ووش بيسن بيعطيك كروس سكشن لإلو وكيف المواصير لإلو هون بقول لك مثلا سيفون بي بي سي 2 انش بايب اه قديش ارتفاع طرف المغسلة عن تايل افقل اللي هو تايل فلور هنا بيقول لك انه لازم تكون ارتفاعها اللي هي 85 سنتيمتر وقديش ارتفاع اللي هو محابس المي لازم تكون على 60 محابس اللي هو الدرين اللي هو مصورة التصريف لازم تكون على 55 سنتيم من البلاط وطبعا بيقول لك مثلا انه هنا 16 ملي متر اللي بيزود المية وشغلات زي هيك وكيف البي في سي بايب بيكون من الجنب بدخل في الحيط وبنزل لتاحد وهنا بيقول لك تحتاج هذا الديتيل عن شو اللي هو سيمي باديستال ووش بيسن طيب خلينا ندول لنا على ديتيل ثاني مثلا هون مثلا ها عبارة عن ديتيل للمناهل فهذا منهول انه مناهل اللي تكون حوالين المبنى وهنا بيقول نحط لك مثلا انه هون بدي تكون غطايا عبارة عن كاست ايرون غطايا كاست ايرون ريفير تو سيباريت ديتيل ولك طلع على الديتيل الثانية هنا وهو الفنش فلور ليبل اللي هو مستوى سطح البلاء اللي هو الاف اف ال يعني اختصار لفنش فلور ليبل انه هذا اللاين تبع الفنش فلور ليبل وهنا بيكون حط لك قيم زي اتش هذه اتش هسا نشوفه شو يعني طبعا هون بيقول لك مثلا هذا بدي يكون عبارة عن بري كاست منهول يكون مصبوب بطن بري كاست جاي من المصنع مجهز بيحمله في شاحنات وبنقلوه على المشروع بيركبوه في المشروع بيكون عبارة عن بري كاست هنا ايرون ستيبس اللي هو عبارة عن سلم بيكون جوه المنهول جوه المنهول بيكون طبعا نحط لك شو موصفات الستيبس انه يكون مثلا دياميتر لكل القضيب يعني تبع الدرج يكون عبارة عن درج حديد يعني بارز يعني قربان اللي هو 20 ملي متر غالفانيز بار غالفانيز حديد 30 سنتيمتر يعني كل بين درجة ودرجة في عندك 30 سنتيمتر طبعا هون بيكون في عنا اللي هو قطر المنهول وهون بفرجيك طبعا كيف المصورة بتكون تحت كيف البنشينج طبعا في عندك اشي اسمه هون تي بي تي دابليو وشغلات مثلا خاصة في المناهل تلاحب هون بعمل لك ما هو منهول سايزنج فكل الرموز التي شفناها من فاي لاتش لتي بي تي دابليو كلها بتكون موجودة هون فمثلا اذا كان قطر المنهول فلنفترض 100 ملي متر القطر تبعه لازم يكون الهيط بين 150 و250 سنتيمتر يعني اذا كان عمق المنهول الموجود في المشروع بدي يكون مثلا غميق يعني عميق جدا وهو بين متر ونص ل مترين ونص عمق المنهول معناته لازم يكون قطره 100 ملي متر وبعطيك هون قيمة TP اللي هي الثيقنس تبع الوال تبع المنهول لازم نعمله بريكاست وفي عندك اللي هو TW فاذا هاي الشغلات من هون بتاخد الداتا هاي وتطبق الداتا هاي هون هاي اتش انه هذا لازم يكون اتفاعه وفي هاي 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 موجودة هون هاي قيمة TP بتاخدها من هان هاي TP حسب مقاس المنهول وTW هان برضو بتاخدها برضو من هان فاذا هاي عبارة عن ديزاين ديتيل موجودة عندك طبعا فيه ديتيل للاتشفاك مرات تكون عندك جداول مثلا للمضخات او المكيفات وشغلات زي هيك مثلا واشياء زي هيك الجداول اللي تأتي مع الدزاين دروين فكثير فيه انفرميشن بتكون موجودة عندك في الدزاين دروين لانه بالنهاية انت لازم تلحق الاشياء الموجودة في الدزاين دروين او انك تلحق الهو الابروفد شوب دروين بس الدزاين دروين يكون قايد لك مثلا هون بالنسبة للتكييف عندك هذا الجدول تبع الاندور يونيت ها نشوف كيف بدنا نطملها لكي تكون اوضح هون بالنسبة للتكييف عندك هون بقول لك هون جدول الاندور هون عندك هون الاندور اندور يونيت سكاجول سيستم نمبر واندور هون عندهم بس سيستم واحد طبعا ونبعطيك هون مثلا شو الديتيل شو انواع المكيفة اللي بدأت تشتريه فبكون هون نحط لك هون الاندور هون الاندور يونيت واندور يونيت واندور يونيت واندور يونيت اربع مكيفات من او 9 كيلو واط لازم المثال الموجود في المشروع اربع مكيفات في عندك هون الهاي اللي هو هاي و لو اشياء شو اشياء يعني على هاي بكون 530 لتر بير سكند وعاللو سيكون لازم 380 لتر بير سكند طبعا هون في عندك الهيهة الهو قديش لما تعمل هيت والاستاتيك براشر الهو الالكتريكال داتا هون اللي هي لمهندسين الالكتريكال الهو الباور كم من وط هاذا لازم يكون والفايز الو سنجل فايز او دابل فايز الهو هون على 200 و 30 فولت اه 50 هيرتز اه واحد فايز الفايز يعني على سنجل فايز فاذا هون لانه هاذا في فولت هيرتز اه فايز اذا 230 فولت 50 هيرتز على واحد tapi هون اه هون بيعطيك هوا الدراي بلب بالسلسي ياصل هؤلاء تحضارت الهو يعني الجافة والويت بلب الهو دابل وبي يعني وتبال بعدين هون عندك برضو كمان دراي بلب وويت بلب في اشي لهو الشيئ انترينج اير تمبرتر ليفينج اير تبريتر يعني الهوات داخل هدول الودراي بلب وويت بلب اللي بكون داخل على المكان هذه او على المكيف وهو قديش لازم تكون الدراي بلب والويت بلب لما يغادر هذا المكيف فهو بسلم ويت بلب ودراي بلب وقديش بعطي ويت بلب ودراي بلب وأشياء زي هيك فإذا هذا شلال اندور يونيت هون موجود اندور يونيتها هاي اندور يونيت بالنسبة للهيت بومب او الاوت دور يونيت اللي هي الوحدة الخارجية عندنا وحدة خارجية واحدة لانه هذا في ار اف سيستم يكون عندي وحدة وخارجية واحدة وبدي يعطيك مثلا اللي هو فلنفترض عشرة وحدات داخلية فإذا هذا اللي هو الهيت بومب في ار اف سيستم او دور يونيت سكاجل والسيستم طبعا بقول لك انه بدي بس واحدة او دور يونيت كولنج لود بأعطيك اللي هو تكون عبارة 135 كيلو واط اللي هو تقدر تحكي اساسي يقدر يعطي هذولا المجموح هذولا مع الضرب هذولا واشياء زي هيك نهاية بطلع عندك 25 كيلو واط اه طبعا توتال موديو الكرنت كداش اللي هو الكرنت او الامبيرات اللي هو 72 امبير الانبوت باور الالكتريكال ديتيل سيرفت ايريا يعني وين بدون نحطها فهم بكون نحط لك في اي مكان لازم يكون موجود له البيزمانت فلور تنس بلاينج ايريا يعني اذا شو بديو يخدم فيه بالنسبة للمحدات الداخلية طبعا كل واحد يعني كل دور يختلف عن الثاني واشياء زي هيك طبعا هون بكون نحطي لك برضو شوية ملاحظات فاذا هذا بالنسبة للدزاين الدروينج فاذا انت اول ما تروح على المشروع ضروري تسأل عن الدزاين الدروينج بتراجحها في المشروع في شغلك او انك ترجع على البيت بتطلع عليها مشان انت تكون متمكن عارف المشروع شو مخططاته وعارف اللي هو مكتب الاشراف او الكولسنطنط كيف نقدملك lil design and drawing على اساس انه لو صارب اي ملاحظات في المستقبل تيجي انت ترد عليه تقوله لا مثلا هذا في 지난 ودروينج ما كانش موجود نحن عملنا بالشوب دروينج بالشكل هاط او انك تشرح לו تقولو انا عملت الشوب الدروينج اسو المخطط التنفيذي بالشكل هاط والدزاين ودروينج موجود عندي بالشكل هاط واملت التغيير التالي على الديزاين الدرونج تابعك لأنه أنا شفته أفضل بالطريقة هاي فإذا هذا هو موضوع نحكي الديزاين الدرونج ياريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لأصحابكم مشان يستفيدوا مثلكو واللي في عنده أسئلة أو أفكار لدروس معينة يكتبها تحت